السلام عليكم ورحمة الله ومتابعينا لأيزاء ومتابعي قناة دعم مدرسي مرحبا بكم مرة أخرى دائما نواصل مع استعداد الفرق الثاني الدورة الثانية المستوى السادس هنا عنا نموذج دي الفرق دي النشاط العلمي باقي نما دي دي الفروض أتلقوهما أسفل الفيديو الرابط أخلي لكم فيهم جعل الفيديو اللي درنا هذا دي النشاط العلمي كما قلنا هنخدموه غدتلاحظوا أنني كتب ديت كنكسب فلاحظت أنه كان الفيديو ماشي ما مشدودش بطريقة مزيانة فعودت الشاشة تلقوه تقريبا تمرين الورو التاني قرر بيكمل فعودت الفيديو إذن هنيا أتممل الفراغ بما يناسب عن الإخصاب الماشي مع الخسيتين المبيض إذن سنملأ هذه الفراغات بالكلمة المناسبة تتشكل حيوانات المنوية داخل الخسيتين طبيل الحال والبويضات داخل المبيض هذه حاجة معروفة ينتج شي حاجة عن التحام الحيوانات المنوية والبويضة إذا الإخصاب هو الذي ينتج عن التحام أو اتحاد حيوان منوي وبويضة تتم عبر الماشيما التبادلات الغذائية والتنفسية بين الدم الأم والجنين دون اختلاطهما مزيان تنهض على العموم يعني امتيحان يعني فاردة بسيط أضع علامات في في الخانة المناسبة تعتبر القناة المنوية من بين أعضاء التناسلية الأنثوية قلنا هنا خطأ لأن القناة المنوية تنتقل عبرها الحيوانات المنوية وهي يعني أعضاء خاصة بالرجل تبتدي الضورة الحيضية عند المرأة بأول يوم من الطمت إذا هنا صحيح لأن الضورة الحيضية كتبدا من أول يوم نحسبه واحد مش من الأول ديال الشهر هذا الشهر بحضم ولكن كل فتات إلا وعندها ضورة حيضية خاصة بها كتبدا رقم واحد ديالها هو اليوم الأول من نزول دم الحيض البراكين من العوامل البشرية المساهمة في الاحتباس الحراري البراكين المساهمة في الاحتباس الحراري سحيح ولكن ليست من العوامل البشرية من العوامل الطبيعية السخرة جسم صلب مكون من معدن واحد أو عدة معادل إذا فهذه حاجة صحيحة ومشور تمرين ثالث أصل بخط فترة يمكن أن يكون فيها التقاء الحيوى والمنوي والبويضة مصحوبا بإخصاب أو مصحوبا بحمل ممكن نقوله يلعب دورا مهما في نمو الجنين مرحلة من مراحل النمو عند الإنسان والفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد إذا شنية الفترة اللي كيكون فيها التقاء الحيوى والمنوي والبويضة مصحوبا بإخصاب هي فترة الخصوبة إذا هذيك الفترة هي اللي الفترة اللي غا يقدر يتلقى فيها حيوى المناوي بويضة ووحدة إخصاب ووحدة حمل يلعب دورا مهما في نمو الجنين هو الراحم والفاصلة بين مرحلة الطفولة والرشد هي مرحلة البلوغ إذا بالنسبة للتمرين الرابع سنسمي كل عضو من أعضاء الجهاز التناسولي الأنتوي الظاهر على الوثيقة إذا عندي هنا ما عدت نشأ أسماء إذا خصك تكون ضبطهم إذا نعلموا مرة سهلين إذا دائما إلا بدينا من الفوق أول حاجة كمدوا بها المبيض المبيض كتنتج في البويضة وكتبشي عبر القناة المبيضية منيك يوصل وقت إذا كتمشي البويضة في هذا القناة المبيضية أو قناة فعله باش كتوصل الرحيم في امتظار وصول حيوانات المنوية إذا هذا رحيم عنق الرحيم عنق الرحيم هذا مهبل الذي تنطلق عبره الحيوانات المنوية لتصل إلى الرحيم وكان هذا هو النموذج الفضل كما قد لكم بكل بساطة كمنا في أقل من أربعة دقيق وبالهضراء إذا كنت ساكتنا عن خير جوز قريبا في دقيقة أو لجوز دقيق أتمنى لكم التوفيق ونطلقوا مع أنا ماديش أخرى